السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات يوطباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يوقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصبيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفورا تكاد تبيز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نظر قالوا بلى قد جاءنا نظير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا فيه ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذغبهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير هو الذي جعلكم الأرض غلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يخصل عليكم حصبا فستعلمون كيف نظير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا بالطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يوصركم من دون الرحمن إن القافرون إلا في قرور أمن هذا الذي يقزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا فيه عطب ونفر أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا على سراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه ترشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأواه زلفة نسية وجوه الذي لكفر وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيل الكافرين من عذاب ألم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكل فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم وغرأوا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون القلب وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون فإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستمصر ويمصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهد فيدهدون ولا تطع كل حلاف مهين هماس مشاء بنبيم منع للخير معتد أزيم عطل بعد ذلك سليم أنكر ذا مال وبن إذا تطلى عليه آياتنا قال ساطير الأول سنسمه على الخرط إنها بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصدع ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائم فأصبع كالصريم فتنادوا مصدع أن اغدوا على حرسكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم نتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكن واغدوا على حرد قادر فلما روحا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعضية لغم قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغب كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم لذلك أصعيم أم لهم شركاء فاليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشفوا عن مساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ظلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فدرني ومن يتذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيذبة أم تسألهم أجرا فهم من مغرب مسقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لعكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذمون فاجتباه ربه فاجعله من الصالح وإن يكاد الذين كفروا ليسلقونك من أبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كزمت ثمود عادوا بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاقية وأما عادوا فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل قاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعسوا رسول ربهم فأخذهم أرزة رابية إنا لما تغل ما أحمل لكم في الدارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفقة واحدة أحملت الأرض والجبال فذكتها دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وأنشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سمانية يومئذ تعرضون لا تقفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فأولوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة غرعها سبعون دراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حبيب ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقاسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاول لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائده بعداب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونرىه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميم يبصرونهم يود المجعب لو يفتدي من عذاب يوم إذنه ببني وصاعبته واخي وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم يوجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان كل قهنوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائم والذين في أموالهم حق معلوم للسائن والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جناتهم مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهدعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيا طبع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعملون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي أوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترعبهم ذلة وذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسل نوحا إلى قومه أن أندر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب ألم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ضربكم وياخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت القومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذارهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم دسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويدعلكم جنات ويدعلكم منهارا ما لكم لا ترجون لله عقارا وقد خلقكم أتوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات تباقا واجعل القمر فيهن نورا واجعل الشمس صراجا والله أوبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا الله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يسده ماله وولده إلا خسرا ومكروا مكرا كبارا أقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا طلالا مما خطيئاتهم مغرقون فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا أقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين بيارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنان ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك من ربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخل صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم راقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشوبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالعون ومنا دون ذلك كنا ترائق قددا وأننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأننا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تعروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المسارد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أسرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أمدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا أعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزامل طم الليل إلا قليلا نصفه أو يوقس منه قليلا أوزد عليه ورد للقرآن ترطيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيل إن ناشئة الليلة أشد وطأ وأقوى مقيل إن لك في النهار سبعا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمضرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصوا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر بإي كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتفض إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تخسوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يمتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآدوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها المدسر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وسيابك فقهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقر فذلك يومئذ يوم عسر على الكافرين غير يصير ظرني ومن خلقت وحيدا ويعلت له ما لما مدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهدا ثم يطمع ونزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا إنه فكر وقدر فقدل كيف قدر ثم قدل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سعر يقصر إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تضر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يضطب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مسلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر ظله إذ أدبر واصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة موردين كأنهم حمر مستنفرا فرت منهم قصورا بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صعفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرا كلا إنه تذكرا فمن شاء ذكرا أما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بل قادرين على أن نصوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يوئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبو الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تدن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفض الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك صدا ألم يكن طافة من مني يمنى ثم كان علاقة فخلق فسوى فاجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادم على أن يحيى الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان عين من الدهر لم يكن شيئا ملكورا إِنَّا خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطَفَةٍ أَمْ شَاجِ نَبْتَلِهِ فَلِعَلَّهُ سَمِيعا بَصِرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَظْلَالًا وَسَعِرًا إِنَّا الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَفُورًا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إِنَّا نَخَفُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَظَرَةً وَسُرُورًا أَجَزَاهُمُ بِمَا صَوَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكَ لَا يَرَونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَازَمْ هَرِيرًا وَدَالِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا أَنْ تَظْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآلِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا كَقُدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عينًا فيها تسمى سلسبيلا ويتوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب صندس خدر واستبرق عاليهم ثياب صندس خدر واستبرق فحلوا أسابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم مشكورا إننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزلا فاصبر لعكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة واصلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلة طويلة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما فقيلة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا مدلا لا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عزرا أو نزرا إنما توعدون الواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل عقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وعيد يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجربين وعيد يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهن فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وإذا يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرى كفات أحياء وأموات واجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفرات وإذا يومئذ للمكذبين ينطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ينطلقوا إلى ذل ذي سلاس شعب لا ظليل ولا يغني من اللهم إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر وإذا يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطلقون ولا يؤذر لهم فيعتذرون وإذا يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كاراكم كيد فكيد وإذا يومئذ للمكذبين إن المتقين في ذلال وعيون وفواكه مما يستهون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنها كذلك نجزي المرسلين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعون عركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله مهولان العظيم وصدق رسولهم نبیو كاريم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر